لو طفل ما عندهو ثقة في نفسه وطبعا ده نتيجة تصرفات سلبية كتير الأم والأب ممكن يكونوا بيعملوها هل في أمل أننا لو اكتشفت ده في الولد أو البنت في سن صغير أعرف أصلح ده ولا صعب؟ بصي لو أنا اكتشفت ابني شخصية سلبية لو أنا اكتشفت ابني ما عندهو ثقة في نفسه أول حاجة لازم أعملها لازم أعتزل لغة الاعتزار لازم ماما وبابا المفروض إزاي يعني سوري هقول سوري واضحة صريحة جدا أنا يعني لو هو أكبر لو هو كبير شوية ومدرك اللي أنا بقوله أنا شخصيا عملت كده مع ابني إن أنا لما فهمت أنا أسف على اللي عملته معاك وقت المذاكرة وانت صغير لازم يوصل لهم كده لو هو مش مدرك قوي لغة اعتزاري أو أنا على الأقل بما إني أنا اكتشفت إنه أنا بعمل حاجات غلط ده في حد ذاتها 50% من أصلحة إن أنا أبقى عرفت غلطي الباقي بقى أنا هعمله بتصرفات إن أنا لما هو يبقى بيتصرف بتصرفات مش كويسة إزاي أو إنه هو حاسس بمشاعر مش كويسة بص في قاعدة كده المشاعر لا تناقش يعني أنا ابني مش إيجابي أنا ابني سلبي أنا ابني بيتصرف غلط بيعيد بقى كتير وردود أفعاله ومش كويسة أنا لازم أتفاهم معايا لازم أحسسه إن أنا فهمك يا ابني كويس وبص في عينيه وأنا بكلمه همسك إيد وأنا بكلمه هطبطب عليه هعوضه بقى حب هخرج معاه خروجه لوحدنا هاشجعه أكتر هكفقه جدول المكافآت ده مهم جدا 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 إنه هو ده اللي بيشجع الطفل على إنه ينجز ويعمل حاجات كويسة بنجيب لوحة وبنعمل استيكر وكل ما بيعمل حاجة كويسة بنحط استيكر أخر الأسبوع وبنعد كم استيكر السيكر ده عليه مكافآت المكافآت دي مش لازم تبقى فلوس مش لازم تبقى لعب ممكن تبقى خروجة ممكن تبقى قاعدين مع بعض ممكن ناكل ساندويتش أنت بتحبه ممكن نقوم في المطبخ نعمل كيك ولا بنكيك ولا لو هي بنوتة أو بتحب تساعد ماما في المطبخ بنعلمهم الحاجات دي كلها بتحسسوا أن ماما فهماني بابا واصلي قادريني يقدروا مشاعري مش أوامر وخلاص يعني أو زي ما احنا كنا بنقول أنت بتعيط ليه أو بتعيطيش ليه لازم يتنفسوا لازم يعبروا عن مشاعرهم ولازم يوصلهم جدا جدا إن مشاعرهم مقدرة ومفهومة أنا فهمتك يعني فكرة التجاهل ممكن مثلا فيه ناس وغدا في اعتبارها أنه لما ابني عيط مثلا في سنة 3-4 سنين أنا مش هحيله علشان ما يتعودش أنه كل حاجة يعملها أو عايزها يعيط فأنا هلبهاله فالولد يحس أنه أمه وأبوه بيتجاهله فده يزود أكتر فكرة العناد عنده إحنا إزاي بقى نعمل وزن يعني إزاي نعمل توازن ما بين أنه أنا آه مش هخلي ابني يتعود على أنه يعيط على كل حاجة لكن في نفس الوقت أنا مش هتجاهل مشاعره بصي أنا علشان أطلع طفل سوي إيجابي شخصية سليمة مطلوب مني أن أنا الحب لازم أحبه كويس قوي الحب ده يبقى أنا كمان معاه أنا قدوة قدامه وبعد كده في حاجة اسمها الحزم أو اللي هو أن أنا أبقى عندي أعرف أوازن ما بين الحب ما بين الدلع لو ابني بيعيط علشان مشاعر علشان وقع علشان زعلان علشان غطبان ده اللي أنا كنت بقولك عليه أنه أنا لازم أحسسه أنه أنا فهمه ومقدرة زعلان وديه وقته يعيط ونرجع بعد كده قطبطب عليه ووحدونه وفيه حاجة حلوة قوي لازم نعملها أنه نعلم عيالنا يعرف يعبره عن مشاعرهم ده اللي هو الزكاء الوجداني يعني يعرف يقولي أنا زعلان من إيه أنا غطبان من إيه بعد ما يهدأ وبعد ما يعيط ده نوع من العياد لكن هو العياد بتاعي لعند أنه عايز حاجة حلوة دلوقتي أو أنه بيدرب أخواته مثلا أو أنه مش بيسمع الكلام وبيعيط علشان أنا عقبته أو وديته عقاب أنا هسيبه يعيط وبعد ما يخلص عياد هاخدأ أقوله أنت عارف أنا ما عملتلكش كده لي لازم أسمع منه أنه وصلت له الرسالة علشان أنا ضربت أختي مثلا طيب أنا بحبك جدا 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 بس مش عايزك تعمل كده تاني وهاخدف حضني وطبطب عليه يبقى هو وصله أنه أنا عياتك مش هيجيب نتيجة وفي نفس الوقت أنا بحبك بس لازم برضو تسمع كلامي وأنك مش هتعمل الغلط اللي أنت بتعمله يعني الحب مع الحزم مش دلع وخلاص لأن الدلع دلع وأنا دلعته على طول المدى ولبيت رغباته والأطفال أسكية جدا هيختبرني مرة واثنين وثلاثة لما هيعرف أنه هو عياته وصاده أنه أنا هنفز له طلباته خلاص هي دي هتبقى الطريقة فهو لازم يعرف أنه مش العيات اللي هيوصلك للنتيجة لو أنت بتدور على حاجة قالت لكن عيات المشاعر غير عيات الطلبات اللي مش بتنفع ترجمة نانسي قنقر